في الملف العراقي مطالب بمساعدة من المجتمع الدولي لإعادة الإعمار رئيس الحكومة شكى شحى المساعدات لوفد مجلس الأمن الموجود في العراق في المجمل تعهد مانحون دوليون بتقديم 30 مليار دولار للمساعدة في إعادة بناء العراق العام الماضي وهو ما يقل بكثير عن المبلغ المطلوب وهو البالغ 88 مليار دولار مقابل ذلك ثمت مخاوف العراق من استغلال أموال الإعمار من قبل مجموعات مرتبطة بالخارج فضلا عن الفساد المستشري في البلاد معنا الآن من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي وأيضا معنا من بغداد مدير مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري أهلا وسهلا بكم أبدأ معك مراسلنا حيدر الأسدي حول ماذا تتبلور الشكوى العراقية هنا من رئيس الوزراء في لقائه مع وفد مجلس الأمن؟ هل هناك أي نتائج من هذه الزيارة؟ لم تتضح أي نتائج يوسف من هذه الزيارة؟ هي زيارة استطلاعية زيارة حقيقة مهمة ليطلع أعضاء مجلس الأمن على حقيقة ما يدور في العراق ولكن هذه الزيارة لم يلتقي فيها هؤلاء المسؤولون سوى الرئاسات الثلاث أو النخب السياسية وبالتالي لا يمكن معرفة حقيقة ما يدور في العراق من خلال زيارة واحدة صحيح أن بعض أعضاء مجلس الأمن يمتلكون رؤية أو تصورات عن العراق ولكن الواقع يبدو معقدا أكثر يوسف العراق حقيقة الأمر قد لا يحتاج إلى أموال لأن هذه الأموال سوف تكبل الأجيال المقبلة هناك أزمة ثقة في عملية منح هذه الأموال أو إعطائها أو تسليمها إلى السياسيين العراقيين أو حتى إلى مفاصل الحكومة العراقية وبالتالي تذهب هذه الأموال إلى خارج العراق وليس لإعادة إعمار العراق العراق لديه أربعة مليون ونصف المليون من النفط يصدر يوميا وبالتالي هناك وفرة مالية ولكن حقيقة الأمر أن هناك فسادا ماليا أكبر وبالتالي لم تستطع المناطق المحررة أن تعيد بنا نفسها خصوصا مع تواجد أدرع تمتد إلى دول مجاورة كإيران كيف ستسمح إيران للشركات التي يمكن أن تأتي إلى نينوى إلى ديالة إلى صلاح الدين بالعمل بحرية وإعادة الإعمار ما لم تحصل على الضوء الأخضر منها وبالتالي هذه هي المشكلة الحقيقية يوسف هناك أزمة ثقة في عملية الفساد وهناك تواجد أيضا على الأرض لأذرع مسلحة يمكن لها أن تعكر صفو أي عملية إعادة إعمار وهذا رأيناه خلال الشهر الماضي هناك إطلاق صواريخ باتجاه المعسكرات هناك إطلاق صواريخ باتجاه السفارة الأمريكية وأيضا ما حصل لسفارة دولة البحرين حيدر الأسدي مراسلنا من بغداد شكرا جزيلا لك أذهب الآن إلى ضيفي من بغداد مدير مركز التفكير السياسي دكتور إحسان الشمري أهلا وسهلا بك دكتور إحسان فعلا ما الذي ينتظر من أجل بدء عملية إعادة إعمار العراق في العام الماضي وقبله كان فيه أكثر فيه شاهدنا مؤتمر الكويت مثلا الذي تم جمع فيه مبلغ ضخم أين وصلت عملية إعادة الإعمار؟ هل بدأت أصلا؟ شكرا على استضافة وتحياتي لك ولمشاهدي قناتكم الكرام أنت أشرت إلى مؤتمر الكويت للدول المانحة كانت هناك لجنة مشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء لها التعاطي مع مخرجات مؤتمر الكويت بعض الدول أرسلت وفود إلى هذه اللجنة المشكلة وأيضا العراق أرسل وفود إلى تلك الدول في نفس الوقت زيارات متبادلة من أجل الحصول على الأموال التي تم تخصيصها ليس فقط على مستوى تحويل أموال وإنما بعض الدول طرحت عدة خيارات فيما يرتبط بدعم الإعمار في العراق منها سندات الضمان ومنها ما يرتبط بكفالات مالية للبنوك للشركات التي يمكن أن تدخل العراق لكن فيما يبدو بأن طبيعة الأزمة السياسية بالإضافة إلى الوضع الأمني قد يبدو إلى حد ما هو السبب الرئيس في عدم دخول هذه الأموال أو الشركات لعادة إعمار العراق مع ذلك هناك عوامل ذاتية أخرى قد تبدو مستدامة هي قضية الفساد الذي أشار إليه مراسلكم وكان دقيقا فيما نقله خصوصا وأن استشراء الفساد في مؤسسات الدولة قد يؤدي إلى ضياع هذه المليارات ومن ثم تحويلها إلى دول أخرى وبالتالي هناك فقدان لأثقة أضف إلى ذلك أن قضية إعادة الإعمار المجتمع الدولي يركز كثيرا على العراق وهو يقدم دعما محدودا لكن ينتظر بأن حل بعض الإشكاليات ما بين السلطات الاتحادية من جهة والحكومات المحلية من جهة أخرى هناك عكاس كبير للأزمات السياسية بين كل هذه الأطراف ومن ثم أثر بشكل كبير على موضوع إعادة الإعمار طيب دكتور إحسان الشمري أرجو أن تبقى معنا لدينا بعض التعليقات على تويتر حول هذا الموضوع سنحاول أن نقرأها الآن في هذه التغريدة مثلا دكتور محمد يقول حكومتنا أمرها ليس بيدها نذكر مؤتمر إعادة العراق الذي دعت له أمريكا أين راحت المليارات؟ مؤتمر مساعدة اللاجئين دعت له هيئة الأمم فلوس تدفع وتصرف ولا أحد يسأل أيضا لدينا تغريدة أخرى هنا في نفس هذا الإطار نقرأها لعراق حر تقول تخصيص جزء من أموال النفط العراقي لإنشاء مجلس إعمار العراق وبناء البنية التحتية في كل محافظات العراق لمدة خمس سنوات أو أقل سينهض العراق وستكون لديه بنا تحتية تضاهي أفضل دول العالم لكن من أين نأتي بالإرادة للاعتماد على شركات رصينة؟ دكتور إحسان نقطة مهمة هنا من أين يجب أن تبدأ عملية إعادة الإعمار؟ وما المشكلة في تخصيص جزء من عائدات النفط من بيع النفط من أجل إعادة الإعمار وتوزيحها بشكل واضح وشفاف وأن يعرف الجميع من الذي سيقوم بإعادة الإعمار في المحافظات نقطة في قضية إعادة الإعمار هو أن تكون هناك إرادة سياسية وتوافق تام ما بين السلطات وحكومات المحلية وما بين الطبقة السياسية على إعادة الإعمار بشكل كامل لكن فيما يبدو بأن هذه الإرادة إلى حد هذه اللحظة لا تتوفر يعني مجرد شعارات خصوصا إذا ما نظرنا أن هناك قوى سياسية تنظر إلى إعمار المحافظات التي تمدد بها تنظيم داعش ما هي إلا محاولة للحصول على الأموال الأموال التي ستخصص من قبل الحكومة العراقية أو حتى التي تخصص من بقية الدول هذا أولا الأمر الآخر في قضية تخصيص الأموال إلى حد هذه اللحظة العراقي يعاني من مديونية كبيرة جدا يعني تقدر بحدود 120 مليار دولار أمريكي يعني جزء ثلثي هذا المبلغ هو نتيجة تراكم ديون النظام السابق ما قبل 2003 وثلث ما بعد عام 2003 هذا يكلف كثيرا الخزينة العراقية مع محدودية مواردها لكن مع ذلك اسمح لي هنا أنت قلت أنه في الخلاف السياسي على هذه لو فرضنا مثلا في مؤتمر الكويت الذي ذكرته لك هناك دول تعهدت بمبالغ وقالت أن هذه المبالغ ستنفقها هي لشركاتها هي من أجل إعادة الإعمار في المناطق المعينة مثلا تركيا تريد أن تعيد الإعمار في الموصل ولديها أموال ولديها شركات هنا ما المشكلة طالما أن الأموال ستأتي من الخارج والشركات من الخارج طبعا من نجة نظري أنه لا مشكلة في ذلك خصوصا إذا ما كانت هذه الشركات وهذه الأموال تخضع للقانون العراقي لكن هناك نقطة أساسية في هذا الموضوع هو طبيعة البريقراطية المعتمدة في الدولة العراقية تؤثر بشكل كبير هذا أولا الأمر الآخر هناك مافيات داخل هذه المحافظات يعني ليس فقط محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار التي تدمرت نتيجة الحرب مع تنظيم داعش لكن حتى بقية المحافظات العراقية هناك مافيات فساد مرتبطة بدول أخرى وهي من تعرق العمل هذه الشركات ومن ثم عملية طرد هذه الشركات أو حتى المستثمرين باتت هي الصفة الملازمة لإيقاف أي عمل ممكن أن تتقدم به هذه الدول إذن هناك جهات داخلية تمنع وهو جزء من عملية الصراع حتى قد يكون الإقليمي هناك تنافس ما بين الدول الإقليمية على الداخل العراقي وما بين الدول الإقليمية والدول العربية وحتى الغربية منها هناك تنافس على العراق ما يؤسف له أنه إلى حد هذه اللحظة نعم ما يؤسف له أن نكمل الجملة لأن وقتنا انتهى دكتور إحسان نعم ما يؤسف له أنه إلى حد هذه اللحظة لا تتوفر الإرادة السياسية من أجل توظيف كل هذه الدول من أجل إعادة إعبار العراق وإيجاد التوافق المطلوب شكرا جزيلا لضيفنا من بغداد مدير مركز التفكير السياسي دكتور إحسان الشمري